اشتركوا في القناة صحة وسعادة بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهراء في هذا البرنامج نفتح الأبواب والنوافذ لاستقبال أرائكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم كل ما من شأنه أن يطور الخدمات التي توفرها لكم هيئة الصحة بدبي في مستشفياتها مراكزها الصحية ومراكزها المتخصصة فاللي حاب يتواصل معانا على الأرقام ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة أو عن طريق الرسالة النصية على الرقم أربعة صفر صفر ستة صباحك الله بالخير عيسى سبيل مخرجنا اليوم ومعانا في التنسيق شيمة تناك واليوم ما بيكون فيصل معانا فيصل يحلي إلى مريض ظهر حد عاين من المستمعين لا أسألوا فيهاكم بس اليوم ما قدر يعني يشاركنا في البرنامج لكن إن شاء الله بيكون معانا الحلقات الياية طبعا مستمعينا اليوم عندنا موضوع وايد مهم بخبركم عننا قبل أن نطلع الفاصل لكن خلونا ناخذ جولة سريعة لأهم الأخبار وأهم الإعلانات اللي نحن حابينكم أنتوا شاركوا معانا على فكرة مستمعين في طواف دبي الوردي يوم 28 عشرة 2016 بينطلق الساعة 7 صباحا على مسافة 15 كيلو في شارع جميرة يعني التجمع بيكون وراء السنسيت مول والتسجيل في نفس المكان وطبعا الدعوة عامة هذا الطواف أعتقد يعني أظن بيطفون بسياكل يعني دراجات هوائية بين خسين يعني دراجات هوائية بيطوفون دعما وتوعية بهذا المرض أيضا بتكون فيه هناك فحوصات كذلك مستمعين أعتقد فيه اللي ما عنده دراجة هوائية ممكن أنه يطوف ماشي 15 كيلو ترى عادي لا مو بخمسة ووضعني خمسة كيلو واربعة كيلو للمشي فعموما نتمنى أنكم تشاركون في هذا الطواف أيضا نذكركم أن آخر موعد للتأمين الصحي بعد تاريخ 31-12 يعني بداية 2017 فيه فيه غرامات فنذكركم بالموعد هذا وبأتما ذكركم كل يوم أن آخر موعد للتأمين الصحي هو 31-12 وبعدها سوف تفرض غرامات على من لم يقم بالتأمين سواء الشركات الشركات أورادي يعني فيه غرامات عليها بس أنا أتكلم عن الأفراد اللي عنده عمالة في البيت يجب عليه أن يؤمنهم صحيا عندي خبر نشر اليوم في الصحف هو استئصال أضخم كليتين لمريض مواطن بمستشفى دبي هذا الخبر أنا ما بعطيكم إياه اليوم لا بتكلم في هذا الخبر بالتفصيل مع إن شاء الله الفريق الجراحة اللي قام بهذا بهذا الإنجازة أو بهذه العملية من الأخبار اللي عندنا الكثير من الماء مفيد لصحة القلب يعتبر الماء من العناصر الأساسية وضرورية لحياة الإنسان اليومية كما أن الماء له دور هام في الحفاظ على صحة الجسم فقد تبين أن شرب الماء يوميا ولكن بكميات أكبر من المعتاد يساعد إلى حد كبير في السيطرة على الوزن والتحكم به ويقلل أيضا من معدل امتصاص الجسم للكميات الزائدة من السكر والصوديوم والدهون المشبعة التي تسهم في الإصابة بأمراض ومشاكل القلب المختلفة فهذا ما كشفته دراسة أمريكية حديثة قام بإجرائها فريق علمي من جامعة إيلينوي الأمريكية وقد نشرت نتاج هذه الدراسة في مجلة التغذية البشرية وأشار القيمون على هذه الدراسة بأن شرب جرعات زائدة من الماء يوميا من شأنها أن يقلل من المسة والسكر والكولسترول في الجسم طبعا شارك في هذه الدراسة التي تم إجراءها في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 18300 شخص جميعهم من البالغين حيث قام الباحثون بمراقبة وتسجيل مقدار الاستهلاك اليومي من الماء للذين شاركوا في تلك الدراسة البالغ عددهم مثل ما ذكرنا 18300 شخص وهذه كانت في الفترة الممتدة من 2005 لين 2012 ووجد الباحثون بأن متوسط ما شربه معظم المشاركين من الماء يوميا كان من 2 إلى 4 أكواب حيث يمثل هذا المقدار من الماء الذي استهلك المشاركين في هذه الدراسة حوالي 30% من إجمال الكمية الموصة بشربها يوميا طيب طيب ناخذ 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 ندور شيء عن موضوع الحلق اليوم لكن ممكن في فاكهة أنا أحبها وأحب أشربها عصير بس الدراسة عندنا تقول العلماء اكتشفوا أن المواد التي كانت تعتبر ذات فائدة كبيرة للجسم وتدرج ضمن المأكولات الصحية هي مواد مضرة بالكبد هذا ما توصل إلي علماء من كامبرج البريطانية حيث بيّنت نتائج الدراسة التي أجروها أن ما يسمى بالكورسترول الجيد الموجود في الأفوغاتو والسمك وزيت الزيتون مضر أيضا للجسم ولتأكيد مضرة هذه المواد حقا الخبراء في دم المرضى بوريثينات دهنية عالية الكثافة التي جعل مهمتها لامتصاص المواد في الجسم فاكتشف الباحثون أن الكورسترول الجيد مفعول سلبي في بعض الحالات وتبين لديهم وجود تغييرات جينية لدى 1700 شخص أثرت في البروتين SCARB1 حيث تبين أن كبد هؤلاء الأشخاص لا تهضم المواد المثبتة في قائمة المواد القاتلة مما يسبب ارتفاع مستوى كورسترول الجيد وبالتالي الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وقد سا ساوى الخبراء بين ضرر هذه الحمية الغذائية وضرر الإدمان على التدخين تخيلوا وأكد العلماء أن التغذية غير الصحيحة والامتناع عن المواد الغذائية ذات المصدر الحيواني ذات مصدر حيواني والحميات الغذائية القاسية فيها مضرة للكبد يعني هو عنوان الخبر يقول الكثير من الأفوكاتو مضرب الكبد طيب أنا سووا عصير وشربوه يعني عصير في اليوم ما يضر أعتقد عموما بعد الفاصل أنتم تسمعون حركة في الاستوديو أدري عندي ما شاء الله أربع شخاص في الاستوديو ما قدمتهم بقدمهم بعد الفاصل لأن الضيوفي اليوم من مركز دبي للسكر ما نتعرف عليهم وما نفتح يعني البرنامج لاستقبال أي استفسار عندكم عن المركز عن الخدمات اللي يقدمها عن طرق العلاج في هذا المركز من بعد الفاصل فمستمعين يعني بعد الفاصل متواصل معاكم على الأرقام 600551414 أو عن طريق رسال نصية على 4006 فاصل وراجعين صحة وسعادة أهلا بكم مجدداً مستمعين الكرام وحياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة زيغني عبدالله عبدالله يمع عبدالله يمع طبعا مدير مركز زبيل السكري شؤون مدير مركز زبيل السكري للشؤون الإدارية مدير شؤون الإدارية بمركز زبيل السكري صحتي؟ هل أنت حركت الاستكانة خفت شاي نصب علي صبحك الله بخير عبدالله أيضا مستمعين نحن كنا وعدناكم أننا نتكلم عن مركز زبيل السكري هذا المركز اللي يعد من المراكز الرائدة في علاج مرض السكري في الدولة والمنطقة طبعا في هذا المركز يتم استخدام أحدث الأساليب والتقنيات لعلاج مرض السكري ومن ضمن عيادات المتعددة فيه عيادة خاصة بالأطفال المصابين بالسكري والخدمات المتعددة اللي يقدمها مركز دبي للسكري والدور الفاعل كذلك الذي يقوم به المركز اللي تمكين المرضى من التعايش مع المرض ومضاعفاته السلبية البارحة كان عندهم يوم مفتوح من خلال مبادرة قيادات في خدمتكم هذه المبادرة تم التواصل فيها مع الجمهور بشكل مباشر يعني اللي عنده أي ملاحظات على المركز عند اقتراحات أيضا من خلال البرنامج اليوم نحن قررنا أن نفتح هذا المجال كذلك ونتحدث أكثر عن العيادة الخاصة بالأطفال معايا من اليمين لليسار قلنا عبدالله يمع موجود معنا بعدين الدكتور شادي هاني الطباع صح دكتور شادي استشاري لغدرد الصمال للأطفال بمركز دبيل السكري أيضا في عندنا زينة محمد حسان يونس خصائية التغذية السريرية للسكري بمركز دبيل السكري مرحبا زينة وأيضا معنا وفا صالح علي الاعتابي خصائية التثقيف للسكري بمركز دبيل السكري حتى الله معنا سيدة وفا عموما من البداية أنا يعني خلونا نخلص بعض تعرفون مدير وقاعد معنا فنخلص معه أول شي الخدمات أو الفكرة العامة عن هذا المركز عبدالله يعني أنا ما أدري ماذا تسوي دكتور أنت لأنه خلاص مفروض أنه يعني تعرف عن السكري ما شاء الله أكثر من الدكات في بعض الأحيان لكن خلنا نتكلم عن المركز والخدمات اللي قدمها هذا المركز شو العيادات اللي يضمها وشو الخدمات اللي قدمها وشو اللي ميزة أيضا نعم في البداية أخوي محمود أنا دايما أحب أني أشكرك وأشكر مبادراتك الجميلة وخاصة يعني دعمك المستمر في تغطية يعني الخدمات في مركز نبيل السكري أو الفعاليات بشكل عام يعني دعمك صراحة تشكر له بالنيابة عن جميع العاملين في مركز دبيل السكري وشكرا على هذا البرنامج المتميز اليوم واللقاء يمكن أول مرة اللقاء مع الفريق الطبي المعالج في مركز دبيل السكري والمتخصص فقط لعلاج الأطفال المصابين بداء السكري إذا نتكلم عن مركز دبيل السكري بشكل عام هو مركز متخصص وأول مركز الحقيقة في المنطقة متكامل وشمولي في علاج ويعني إدارة حالة السكري عند المصابين بداء السكر كان المركز أول ما تم افتتاحه خاص للكبار واليوم الحمد لله عندنا الفريق الطبي متكامل للأطفال فعيادة الأطفال أيضا يعمل بنفس المنظومة وفلسفة العلاج اللي هو بواسطة فريق العمل اللي هو يميز مركز دبيل السكري اليوم عن أي مكان آخر سواء في الإمارة أو في الدولة أو حتى في المنطقة اللي يتم علاج الإنسان المصاب بداء السكري بمنظومة متكاملة اللي هو يشمل مثل ما ذكرت وعرفت الفريق بالطبيب معه فريق متكامل الأخصائية التغذية والتثقيف الصحي هذا بالنسبة للأطفال أما بالنسبة للكبار الشمولي أكثر يشمل الأخصائي التمارين الرياضية وعندنا أول عيادة متقدمة متخصصة فقط في مركز البيل السكري للعناية بالقدم وعيادة العيون والعيادات والخدمات الأخرى جميل بالنسبة للخدمات اللي ذكرت عبد الله نحن ما نتناولها بالتفصيل لكن خلني أنا شوية أدخل في هذا المرض اللي يعني يعد من الأمراض المزمنة حقيقة واللي يعني منتشرة بشكل كبير الآن دكتور شادي يعني أنا اللي عرف أن السكري في نمط فيه سكري من النمط الأول وفيه سكري من النمط الثاني بتشرح لنا إياهم وإيضا فيه سكري للحوامل اللي هو يعني فترة الآن الأطفال كيف يتم التعامل معهم أول شي شو الفرق بين النمط الأول ونمط الثاني نزيل واثنين الأطفال كيف يتم التعامل معهم خاصة يعني يتخيل طفل مصاب بالسكري يحس يعني بالنسبة للكبير صعب فما بالك بالطفل أهلا أولا بدي أشكرك على استضافتنا اليوم وسعداء نكون معكم شرفتنا كأنواع للسكر يلا فيه الشائع واللي هو النوع الأول والثاني type 1 and type 2 النوع الأول من السكري هو اللي أكثر نشوفه في الأطفال والسبب من خلاله أنه جهاز المناعة هاجم خلايا إنتاج الإنسولين ودمرها فالشخص ما بيكون قادر ينتج إنسولين حتى يتحكم بالسكر بالدم فلذلك الأسلوب الوحيد لعلاج هذا النوع هو أنه ياخدوا إنسولين بدل الإنتاج اللي جسمهم ما ينتجوا يختلف عن النوع السكري الثاني النوع السكري type 2 هو اللي يجي عادة من زيادة الوزن والبدانة واللي يصير عندهم الإنسولين اللي جسمهم ينتجوا ما يشتغل الكويس في type 2 النوع الثاني عندهم إنسولين إنتاج خاص ولكنه مفعول وضعيف فممكن علاجه ببعض الحبوب اللي تنشط هذا الإنسولين وهذا أكثر شيوعا في الأكبر البالغين والأكبر بالعمر فإحنا أكثر اللي نشوفه type 1 النوع الأول في الأطفال السادة زينة أنت خصاية التغذية السريرية للسكري نحن دائما نسمع أن هناك في أكل خاص لمرضى السكري الآن مع تواجد الأطفال في هذه العيادة هل هناك نظام غذائي معين تصفون للأطفال في هذا الصدد وكيف يتم التعامل مع الأطفال في هذا المجال أول شي أهلا وسهلا بدي أشترك كمان نزيد الشكر على أصدافتنا اليوم هلأ قصد نظام خصوصي لمرضى السكري هايدي صارت مثل شغلة ما تطلنا نحكي فيها لأنه ما في نظام غذائي خصوصي لمريض السكري هو نظام الغذائي اللي نحنا بنحكيه ومننصح الطفل فيه هو نظام الصحي اللي لازم الجميع يتبعوا بس نحنا أنا كأخصائية تغذية مع الأطفال بيبدأ بأنه بقيم شو نظام الغذائي الولد عم يتبعه شو عاداته الغذائية كيف نمط حياته وبخلي الأهل والطفل يعرفوا أنه ما في شي اسمه نظام غذائي للولد بس لأنه مصاب بالسكري بس هي عبارة عن نظام لازم العائلة كلها تلحقها وعبارة عن أنه تنظيم الواجبات بالوقت الصحيح اللي بيكون الولد عم يخد فيه هورمون الإنسوليد هلأ أنا ببلش بحكي بيخد منهم تقييم الأكل وبساعد الولد والأهل شجعهم على كيف يدخلوا على حيات نمط الحياة الصحية أكتر بعرف الأطفال وبعرف الأهل على شو هنه عناصر الغذائية المختلفة البروتينات الكربوهايدرات والدهون وبركز على الكربوهايدرات اللي هو مصدر طاقة أساسي للمخ والجسم طبعا الأهل خوفهم أنه لازم الولد يبطل يأكل كربوهايدرات وهذا شي غلط فمنصلح كل المعلومات الأهل عندهم غلط ومنركز أكتر على أنه الولد يأخذ غزا متكامل جميل أنا بطلع من التغذية السريرية إلى التثقيف العام بمرض السكري ساذا وفا هنا بالنسبة لدوركم كمثقفين بمرض السكرية ترى دوركم على ماذا على من أولا على من بالنسبة للأطفال لأن الطفل أعتقد الدور يقع بشكل أكبر على أولياء الأمور أن الوحد يثقفهم بهذا المرض اثنين بماذا تثقفونهم أول أشكرا على استضافتنا الآن التعليم السكر التعليم والتثقيف الخاص لمرض السكر هو تعليم كيفية تعايش مع المرض كيفية أنه يفهم المريض كل شيء بتحلق بمرض السكري طبعا بالبداية بوصلنا المريض احنا بنقوم بتقييم حالة المريض بناء على حاجاته بناء على أولويات التعليم بنبدأ معه بنعلمه كيف يتعامل مع المرض بنطور لكل مريض خطة علاجية خاصة تتناسب مع حالته طبعا التعليم بيبدأ خطوة بخطوة وطبعا هو تعليم مستمر أيضا بيبدأ من كيفية إعطاء المريض مثلا ممكن الأدوية الحقنة اليومية كيفية التعامل مع الهبوطات الارتفاعات كيفية التعامل مع الحالات الطارئة مثل الهبوط المفاجئ والارتفاع المفاجئ بنعلم المريض كل شيء بتعلق بمرض السكر طبعا احنا شغلنا شوي فيه تحدي لأنه بنشوف أعمار مختلفة يعني عندنا مثلا أقل عمر ولد بييجي عندنا عمره سنة وأكبر ولد ممكن ييجي عمره 17 سنة شغلنا فيه كثير تحدي بنتواصل مع الأهالي طبعا احنا بشكل مستمر حتى نفيدهم بالمعلومات اللازمة وقت الحاجة حتى يعني عنا طرق تواصل مختلفة طبعا لهالشي ثاني شي ممكن هلأ احنا نتعامل مع أحدث التكنولوجيا اللي وصل لها العلم بما ياخذ سكر للأطفال لإعطاء حقا للإنسولين أو لمراقبة مستويات السكر مثل مضخات الإنسولين مثل السنسورز بأنواعها سواء تشخيصية أو السنسورز اللي بيستخدمها المريض لقياسة قراءات السكر بنعمل فعاليات كثير بالمركز هدفها تشارك الخبرات هدفها نشر الوعي بين هذه الفئة من المجتمع جميل أنا بأخذ هذه الفعاليات بالتفصيل وبتكلم أكثر عن هذه المواضيع لكن عندي سؤال يقول سلام عليكم رحمة الله بركاته أريد أن أسأل عن استعمال السكر البديل وهل لديه آثار جانبية على الكلة على المدى البعيد أو أي آثار جانبية أخرى وشكرا جزيلا أوكي هلأ نحن عند الكبار هو أفضل أن يستخدمه سكر بديل كونه هو آثاره على السكر في الدم مش مثل السكر العادي بس للأطفال وللصغار ما بنصح بسكر البديل لأنه بالنهاية استناعي ونحن بهال أعمار الصغيرة بهمنا أنه يكون غزاء قد ما فينا طبيعي فما بنصح بالسكر الاستناعي للأطفال إلا إذا فيه عندي مشكلة بدينة زيادة عن السكر وبيدي حاول أنه خفف من السعرات الحرارية والسكر اللي عميها جميل وأنا أقدر يعني هذه تصير مثل تعزيز نمط حياة صحي بالنسبة للطفل في الواحد من يزرع في داخل هذا الموضوع خلاص مع الحياة يستمر على هذا الموضوع من أجل المكالمات لي بعد الفاصل بس أنا عندي هني سؤال شوي خارج الموضوع السلام عليكم رحمة الله السلام عليكم محمود أي مكان يسوون تأمين صح بمربي غنم لو تكرمت أنا يعني سامحون أنا بطلق شوي برع الموضوع قبل لا أطلق الفاصل بس برد على هذا السؤال كيف تحصل على تأمين الصح للفئات المساعدة الخدم وعمالة المنزل أول شي تختار وحدة من الشركات التأمين المرخصة من هيئة الصح بدبي للباقة الأساسية سنويا تبغوني أذكر لكم الأسامي بحاول أذكرها على عجالة أكسل الخليج للتأمين تكافل للإمارات دار التكافل أورينت للتأمين شركة راس الخيمة للتأمين شركة الضمان للتأمين الصحي عمان للتأمين متلايف وأيضا الشركة الوطنية للتأمين هذين ممكن تحصلونهم على الموقع الإلكتروني أو الاتصال يعني بالمعنيين في إدارة التمويل الصحي أيضا المستندات المطلوبة هي صورة الجواز صورة صورة تأشيرة الإقامة للعامل صورة الهوية صورة شخصية واحدة ومثل ما قلنا لكم الأرقام أو التواصل على 8342 منزيد من المعلومات أو عن طريق الموقع الإلكتروني www.isahd isahd اللي هو اسعاد .ae واضح؟ أتمنى جوابت على سؤالك نطلع فاصل مستمعين وبعد الفاصل ما نرجع نستكمل الحوار معكم صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مسمعين الكرام حياكم الله معنا في الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة تقريبا عندنا ما يعادل تقريبا 20 دقيقة من استقبل فيها رسائلكم من استقبل فيها استفساراتكم اليوم موضوعنا عن مركز دبي للسكري وبالتحديد خصصنا موضوع السكري عند الأطفال لكن هذا ما يمنع أننا نحن نتحدث عن هذا المرض ونثقف عن هذا المرض بشكل أو بآخر في الستوديو معي السادة عبدالله جمعة مدير الشؤون الإدارية بمركز دبي للسكري وأيضا معي الدكتور شادي هاني الطباع استشارية الغدد الصماء للأطفال اللي أخذ زينة محمد حسان يونس أخصائية التغذية السريرية للسكري ووفاء صالح علي اللي أعطيه بأخصائية التدقيف للسكري في عندي يعني مجموعة رسائل سامحوني أنا بابتدي فيها وفي توقع تنييه هذا السؤال يعني أجهزة الفريستايل اللي يوزعونها في الدائرة مش دقيقة وتعطي قراءات خاطئة ولازم الواحد يفحص بجهاز السكر العادي عشان نتأكد من النتيجة بس الدائرة ترفض صرف جهاز سكر إذا صرفوا جهاز الفريستايل هل ممكن المسؤولين ينظروا في هذا الأمر لأهميته شو رأيك عبدالله؟ بالنسبة للجهاز الفريستايل الموضوع يعني أكثر من شق مثل ما حضرتك تكلمت عنه أنه بالنسبة للقراءات يمكن الدكتور أو الأخذ وفاء بيردون عليه أما موضوع أنه المريض يعني نرفض أنه نحن نعطيه جهاز الفريستايل الليبرة مع الجهاز الجلوكوميتر اللي حنسميه فحص العادي طبعا هذا بيكون طبيا والدكتور شادي موجود مخالف لأنه ما يستوي المريض يكون عند الجهازين لأن الجهازين لهم يعني هدف واحد اللي هو فحص السكر وفي بعض الحالات حسب حالات المرضى الدكتور يقرر لأنه في النهاية أخوي محمود القرار وقرار الطبيب يعني من هو المريض اللي يستحق أنه يكون على جهاز الفريستايل الليبرة ومن هو المريض اللي يستحق أنه يكون على جهاز الفحص الدم العادي وهي مو قضية يستحق على كثر الفايدة وين بتكون لها بالضبط نعم أنا سامحني بقاطعك بس بأخذ هذه المداخلة وبنرجع لإستكمال الجزء الثاني من هذا السؤال منو معاي عفوا منو معاي عفوا منو معاي شيف حالك شو الأخبار تفضل من نور السؤال أهلا فيك صباح أهلا فيك الله يسلمك مشكور أقول طال عمرك أنا عاني سكر من حوالي ثلاثين خمسو دلاثين سنة يعني السكر مزمن طال عمرك وأعاني يعني كلها أوجاع في الجسم يعني كمر الجسم حتى كرم المساخ بعد عندي بعد يعني السبب هذا السكر هذا أنا سبب سكري كنت في الليلة أخذ لي خاشوقة عسل ليلية هذا سبب السكر ما لي يعني كان طيب سؤالك بنادة نعم عندك سؤال معين ولا بس تبغي دكتور يعلق على موضوع خاشوقة العسل لا بس ما طال عمرك خادم السكر زي يعني كلها عاني كلها وجه على الجسم كله بصراحة خبرتي كبيرة ولكن شكل عام هاي الأشياء موجودة في مرض السكر جميل ناخذ مداخلة ثانية منو معاي عفوا طلال شايف حالك السلام عليكم يا هلا طلال جافعكم الدكتور وسلم عليكم على ضيوبة أه لين الله يسلمك الدكتور أنا طراحة عدي تعهد السكري يعني أصبت بيه قبل شهرين أه سكري من الفئة الثانية بس ما عندي معلومات يعني عن ارتفاع السكر يعني ما عارف البحث بسنولة من ارتفاع السكر معلومات ثقافية يعني واه احنا هذا على الأقل في المركز عنا ومركز دبي للسكري احنا نتابع إذا أي شخص مثل حالتك يجي عنا على العياد يشوف الدكاترة زملائي اللي يشوفوا سكري اللي الكبار مش الأطفال كمان موجودة هالخدمة عنا بالمركز وجزء من دورنا التثقيف الصحي وعنا أخصائيين التثقيف الصحي مثل المس الأستاذة وفاء اللي حكت قبل شوي عنا مجموعة من المثقفين الصحيين فهذا دورك إذا تتابع معهم يقدروا يعلمو كل شي تحتاج تعرفوا عن الموضوع طيب جميل شكرا للداخل ومعنا أيضا نرجع للسؤال اللي كنتحدث فيه عن الفريستايل نحن تكلمنا عن مسألة صرف الجهاز ولكن بالنسبة أنه يعطي قراءات خاطئة أو أيضا ممكن نعلق عن الموضوع إيه إحنا لما ننصح شخص أو نوصف للشخص جهاز الفريستايل ليبرا والسينتور دائما منحكي لهم بموضوع أنه قيمة السكر اللي يقرأها الجهاز قد تكون مختلفة عن قيمة السكر اللي تنفحص بالدم لأنه جهاز الليبرا يفحص مش السكر بالدم يفحص قراءة السكر تحت الجلد بالسنسور اللي يدخل في الجلد فقراءته قد تكون متأخرة شوي ولكن ننصح اللي يستعمل السنسور يلاحظ السهم اللي يجي مع الرقم يدله نمط التغير اللي في السكر الحالي يلا في بعض الحالات فعلا ننصح ونحاول نضغط أنه ياخدوا جهاز فحص بالإضافة للسنسور في بعض الحالات حسب الوضع ممتاز كانوا يتحدثون عن عملية التثقيف الصحي يعني المكالمة اللي يتمنطلال فيها أجزاء كثيرة تتحدث عن حديث عهد بالسكري يقول أنا ما عندي كثير عن السكري ما عندي أشياء يعني ممكن أنا تفهمني أكثر عن السكري فأبغي أعرفني يعني هذا السؤال شوي بقسمي لجزئين لستاذة زينة وساذة وفا بداية ببتدي مع وفا عن التثقيف الصحي بالنسبة لحديثي العهد بمرض السكري ما الذي يجب عليهم أن يعرفوه هذا واحد الثنين ما الذي يجب عليهم من الناحية الغذائية أن يفعلوه فنبتدي مع توافات فضلي هلأ بس يوصلنا مريض سكري حديث العهد بالسكري أو مشخص جديد بنحاول نعطي كل المعلومات يعني من خلال جلسات أو من خلال يعني زيارات متتابعة على المركز زي ما حكيت بتبدأ من كيفية إعطاء العلاج التوقيت شو هي المضاعفات الجانبية للعلاج كيفية التعامل زي ما حكيت مع ارتفاعات السكر شو يعمل المريض يوم يصير عنده ارتفاع شو يعمل المريض بس يصير عنده انخفاض بالسكر طبعا هذا كله بنعلمه مش من أول جلسة عشان هيك دائما بنأكد على المريض أنه لازم استمرارية متابعاته لعيادة التطقيف السكري ولأنه اصلا مع الوقت تصير تظهر مستجدات مش ما كانت موجودة يعني فبتم التعليم على هالوضع يعني الجديد من خلالها طبعا والسكر ما بيأثر عليه معامل واحد هو مجموعة عوامل كمان بتأثر عليه في الحياة اليومية فبنعلم المريض كيفية التعايش والتعامل على حسب كل وضع يعني المريض مثلا بيحب بيمارس الرياضة شو الأشياء الممكن يتباعها المريض خلال ممارسة الرياضة بنعطيه توجيهات بيجينا بالمرة القادمة مثلا بالزيارة اللي بعديها بيحكي لنا شو هيك صار معي يعني بيوضح الفكرة وبنعطيه التثقيف بناء على هيك النفس الشي في حالات المرض في حالات كيفية مثلا إعطاء جرعة الإنسولين المناسبة بناء على قراءة السكر بناء على تغذيته وهكذا يعني فعليا احنا بنحاول نعطيه التثقيف أو عملية التعليم كلها بناء على جلسات متتابعة ومستمرة طبعا متتابعة بالبداية بتكون أقرب بالمتابعات بعدين شوي شوي بنبدأ نزيد بناء لأنه بصير نمط حياة بالنسبة لك بزر تفضل الدكتورة طبعا نحنا دائما منركز أنا واخصائية التثقيف وفا أنه عملنا يكون متكامل نحنا نشتغل كفريق المريض منجيبه بنفس الوقت يعني بنبلش كمتل مقالة مراجعات متتالية حسب المريض شو الحال اللي هو فيها وشو اللي نحنا نمينا عليه كعلاج اللي حالتون كبداية طبعا كل الغزاء نحكي بالأول شو هن الأشياء اللي بأسروا على السكر هيدا كبداية منعرف المريض شو المأكلات ينتبه منه شو المأكلات اللي بدأت تكون محسوبة خصوصا نحنا متعامل مع الأطفال بهمني أنا أحكي مع الأهل والطفل شو الواجبات الخفيفة اللي بدأت تاكل بالمدرسة كيف ممكن يدير السكر بالمدرسة حسب الواجبات اللي بدوا يأخذها ما بين الواجبات شو ممكن يكون في واجبات خفيفة ما تحتاج الإنسولين تحطي نعطي شوية حرية أكتر للولد يعيش حياة نمط حياة طبيعي طبعا مع التعليم نحنا حسب المريض قديش هو متقبل قديش عم يتعلم منقرب المواعيد ومنفوت على عد الكربوهيدرات على طار المواعيد في سؤال يقول السلام عليكم هل مركز دبيل السكري حكومي أوقات الدوام ما كانه أعطنا فكرة يعني مركز دبيل السكري مركز من المراكز المتخصصة تابع لهيئة الصحة بدبي ونعم مركز حكومي وممكن أخذ المواعيد مباشرة أو عن طريق تحويل إذا كان مريض يعني مواطن ويتابع في مراكز صحية أو مستشفيات ممكن يتحول عن طريق الطبيب المعالج إلى مركز دبيل السكري أوقات الدوام أوقات الدوام الساعة 7.5 لنهنتين نصف طهر بس معكم شفت في الليل إن شاء الله في المستقبل يعاني المرضى أصحاب الأقدام السكرية من ندرة مواقف السيارات وتحدثنا معهم لتخصص مواقف للمعاقيم وخاصة الأرضية غير صالحة للمشي ها عبد الله هذا الموضوع أن نتكلم فيه حتى قبل البرنامج وأنا أتوقع التصل الحقيقة يعني نتيننا كثير من الملاحظات في هذا الموضوع والموضوع نحنا يعني ما أخذينا بعين الاعتبار والحين عندنا يعني مشينا شوط كبير جدا مع الشركة اللي يدير عملية المواقف في المركز على أساس أننا نسوي برنامج نظام صف السيارات حق المراجعين وإن شاء الله في القدرة العاجعة طيب السلام عليكم سؤال مطروح مادة التوعية الصحية لمرضى سكرة المدارس الحكومية في دبي من قبل هيئة الصحة في دبي بعمران هل يعني هو يقصد هل هذه المادة من قبل هيئة الصحة في دبي والله بعمران أنا هاتفضل نحن بالنسبة للمركز إذا كان السؤال بالنسبة للتوعية مركز دبي للسكر نحن نهتم بالنسبة مثل ما ذكره للفريق العمل بالنسبة للتثقيف بشكل كبير جدا ويعتبر جانب أساسي مكمل للعلاج الدوائي فنحن بشكل دوري عندنا برامج توعوية وبرامج متكاملة خلال السنة كاملة ومن ضمنها المدارس والجامعات بكل المستويات في الإمارة جميل دكتور أنا بنتقل للحديث عن ما يميز العلاج في مركز دبي للسكري بما أن الوقت قاعد يمشي معي بسرعة مناخذ الأجوبة القادمة على عجالة شو اللي يميز مركز دبي السكري في علاج عن المراكز الأخرى بما نتحدث أننا هذا المركز فريد من نوع ببعض النقاط تطرقنا إليها بس هلقص كل المميزات بشكل محدد أول شي الأسلوب العلاج كفريق مهم جدا لو أنا كطبيب لوحدي بشتغل بعيادة السكري لأشوف سكري أطفال يمكن ما أكون ناجح لأنه بلزم يكون الفريق المتكامل التثقيف الصحي والتغذية كل فرد من هذا الفريق له هدف أساسي ومهم في متابعة المريض بشكل عام ومتابعه فريق عمل كامل هو المريض يلس عليهم بالضبط هذا يتطلب في وقت أطول للمريض وعائلته عندنا بالمركز ولكن نشعر أنه هذا الوقت الأطول مفيد لهم حتى يكون عندهم وقت أطول يسألوا أي أسئلة يتواصلوا معنا وبرضه نقطة ثانية أنه نحن نحاول نضل على تواصل مع الشخص مش بس خلال وقت الزيارة سواء بالإيميل بالمسج بالواتساب خصوصا في أول فترة بعد التشخيص نحب نكون على تواصل معهم ونحكي فحص العيون كل هؤلاء أشياء تسهل على الشخص لما يجي عندنا يحصل كل الخدمات في مكان واحد جميل السلام عليكم رحمة الله أرجو تواصل لدي السفسار وفي مسج يرجى الاتصال بعد البرنامج شو فيهم شي ما حاول تتواصلين معهم طبعا وفا وزينة نحن تحدثنا يعني في معظم أو مجمل الحلقة عن الناس اللي مصابين بالسكري ولكن ماذا عن الوقاية من مرض السكري كيف نقي أنفسنا من مرض السكري ما الذي يجب علينا أن نفعله إذا واحد سليم ما في مرض وهذا شو اللي لازم يسوي عشان يبتعد عن الإصابة بمرض السكري خاصة وإن يعني إن شاء الله حصل لحصائيات بس لأن في رقم خطير جدا في معطيات توقعت منظمة الصحة والاتحاد الدول للسكري أن يصل عدد الإصابات بمرض السكري إلى 642 مليون حالة إصابة بحلول 2040 وأن يصبح المسبب الرئيسي السابع للوفاء حول العالم بحلول 2030 فمسألة خطيرة جدا فنأخذ مكالمة مداخلة في عندنا طيب بنجاوب على أسباب الوقاية وسريب الوقاية بس هذه المداخلة على السريع عندي أقل من ثلاث دقائق تفضل السلام عليكم يا هل اتفضلي سيدي لو سمعت المركز وينما كان وهل الوافدين ممكن يجوا على المركز بعمل تأمين طبي واضح شكرا شكرا ما تعرفنا عليك بس عمار شكرا يا عمار طيب عبدالله منجاوب على عمار على السريع ونأخذ بعدين الوقاية والعلاج تفضل أخويا عمار المركز في منطقة الجميرة على شارع الضيافة في مباني الحضيبة للجوائز نعم ونحن نأخذ المواطنين وغير المواطنين اللي هم عندهم برنامج تأمين العناية فقط هو شارع الثاني من ديسمبر الشارع الثاني من ديسمبر صحيح اي فالنسبة للوافدين هي الوافدين اللي هم يحملون بطاقة التأمين الصحي عناية اوكي والفئة اللي ما عندهم تأمين صحي ممكن أيضا يدفع كاش في المركز وممكن يتم يعني يسجل عندنا في المركز أسعاركم كيف عبد الله بالمقارنة مع القطاع الخاص الأسعار طبعا يعني تم وضعها بناء على الخدمات والأسعار يعني متقاربة مع المراكز الصحية ولكن اللي يميزنا نحن يعني المريض يومي يفتح ملف ما يتم فقط يعني علاجه بواسط الطبيب بتكون أكثر من نقطة عمل حسب يعني الحالة وحسب يعني وضع المريض بشكل يتم تحديد التخصصات له وبناء عليه يتم تحديد الأسعار جميل جدا أنا بأخذ بس على السريع في دقيقة كيف طبعا ما نقدر لكن قدر الأمكان كيف يمكن أن نقي أنفسنا من السكري بأخذ من النواحي الثلاثة الدكتور بس على السريع تفضل بشكل عام السكري المنتشر عند الكبار التيب تو اللي بيجي من السمنة من نمنعه عن طريق أنه ناكل أكل صحي أسلوب الحياة الصحي أكل صحي الحركة الرياضة باستمرار رح تمنع على المضى الطويل السكري السكري التيب ون اللي عند الأطفال اللي احنا أكثر شي نشوفه بالعيادة ما بنعرف طريقة معينة أنه نمنعه ولكن الاكتشافه بشكل مبكر بفيد فإذا الأهل لاحظوا طفلهم عندهم عنده تبول كثير شديد عطش مستمر نزول بالوزن هاي من الأعراض اللي يفكروا بالسكري النوع الأول ويأخذوا على الطبيب طبعا أنا معظم الأهل أول سؤال بيسألوني هل ممكن الولدي صار معه سكري لأنه كثير بطعمي سكر غدا غير صحيح بس مثل ما قال حسب وقال دكتور رشادي أنه نحن بس يصير في سكري كيف ممكن نحن نمنع حدوث المضاعفات السكري من خلال طريقة الحياة الصحية جميل أستاذ وافا بالنسبة للنوع الأول للسكري ما في طريقة تمنعه زي ما حكى دكتور رشادي بس نمنع مضاعفاته لأنه نحن فعليا ما نعرف شو السببب اللي يصير النوع الأول نمنع حدوث السكري الثاني آه ممكن بالنفس الطريقة معلش أضيف بسرعة لأنه كثير يسألون هذا السؤال حاليا ما عنا علاج مثبت للسكري تايب وون فقط متابعته عنا جميل جميل كل شكر لقسم سكري الأطفال في مركز دبي للسكري بس أتمنى ترتيب المواقف كل شكر لمركز دبي السكري بس عبدالله رتب المواقف بارك عموما مستمعين يعني والله نحن حابة شارك بالاتصال وشكر للمركز إذا ممكن الرقم سامحيني عادة أو سامحني لأن للأسف تعدين الوقت المخصص لنا وعيسى بدأ يدخن من الحين رأسك يطلع من الدخان لأنه بدأ يعصب علينا فالختام لا أملك إلا أني أتوجه بالشكر الجزيل حقيقة للعاملين في مركز زبيل السكري بشكل عام وكل شكر لعبدالله جمعة مدير شؤون الإدارية بمركز زبيل السكري ومدير المركز بالإناع بأعتقد وأيضا معنا كان معنا دكتور شادي هاني الطباع استشاري وغدد الصمان للأطفال بمركز زبيل السكري الأخت زين محمد حسان يونس خصائيات التغذية السريرية للسكري والأخت وفاء صالح علي الاعتبي خصيات التغييف للسكري وكان معكم من خلف الميكروفون محمود يوسف العلي وفي التنسيق شيمة التناك وفي الإخراج المبدأ دائما عيسى سبيل لازم شوي مسكباريس عشان ما يعصم علينا يعني أخرنا للوقت لكن عموما غدا إن شاء الله نلقاكم مع مواضيع متجددة فتقبلوا تحياتي ونقول لكم في الختام دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي